موسيقى الصباح الخير لكل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الأربعة 26 أدار 2014 ومع زهر الربيع ومع بداية الربيع وتقريبا بنهاية السنة الدراسية تخيلوا ضرب مبرح لثلاث طلاب بأحدى مدارس المقاصد بجنوب لبنان من أحد الأساتزة يلي ما بعرف ليه عم فيش خلقه بطلاب أثروا بامتحاناتهم بضرب مبرح وهالضرب طبعا بيودي لمطارح بتعرفوا انتوا قدي بشعة بنفسية الولد بمستقبله بإحساسه بالمدرسة بتواصله مع الطلاب بكل هالأمور هايدي يعني قد ما كنت بتحبهم أثروا بامتحاناتهم ما رح تحبهم أكتر من أهلهم أهلهم إذا أثروا بامتحاناتهم ممكن يوبخون ممكن يعطون ملاحظة معينة بس إنه تدمد الإيد صرنا بقرن الـ 21 بسنة الـ 2014 مش معقول أبدا 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 بعد نستعمل المصرة والضرب والضرب المبرح لطلاب أثروا بامتحاناتهم يعني بعرف إنه المدرسة أخذت الإجراءات اللازمة وانطرد الأستاذ من المدرسة وبعرف كتير منيح إنه إن شاءل منها قابة المعلمين وبعرف إنه وزارة التربية رح تجي على المدرسة ورح تأخذ الإجراءات اللازمة هايدي اسمعنيها كتير منيح وكمان اليوم مدرس المقاصد كلها مسكرة يعني استنكاراً لوضع الطلاب الثلاثة يلي صار معهم هالحادثة من كم يوم أنا بتمنى إنه تكون هالحادثة خطأ نتعلم منه كل المدرسة اللي بعدها عم تستعمل الضرب أو كل استاذي مفكر شيوم يفيش خلقه بشي طالب نحنا هلأ لازم نبني جيل جديد وطلاب جديد على أسس مختلفة عن قبل حتى ببعض المناهج الفرنسية الموجودة ببعض المدرسة اللي فيها شوية قمع صايرين شوية عم بحلح له وبتمنى يحلح له أكتر وأكتر لأنه بفرنسا ذاتها تغير المنهج المدرسة بطل السستام الفرنسي أو المنهج الفرنسي هو منهج قمع ولكن لازم نعطي الشخصية الأوية للطالب ونطلقه للجامعة والحياة العملية بشكل أفضل صباح الخير شاف صباح الخير جوزيف إذا تعرضتش يوم ابنك مثلا الضرب بدي إليك عن شغلي شخصية بمدة عشر ثواني وبعدين انتقل لشغلي تاني كمين مدة كمين عشرين ثاني خبرية راح خبرها ولا مرة مخبرها لحبا كنت أشتغل بعمر 18 سنة بمطعم بإيطاليا عم ببرم سفينة للجاج عم بقلبها على الجريل ولا الشافي بيسفقني كف على رقبتي من يومتها لليوم كل مرة هلا أنت ما تتضحك بس كل مرة أنا بيجي ببرم اليوم بتطلع بسفينة للجاج بتذكر الكف هذا معناه قداش تأسير اليوم تضرب على الولد نفسيا لدرجة بيضال يتذكره كل حياته أنا بأتقلت هذا الأستيز لأنتقل لشقتين هذا الأستيز لازم له حبس هذا الأستيز لازم له كمين غرامة مالية يدفعها وغير هيك الإعلام المرئي والمسموع اليوم بس يطلع انفجار بروحوا بيصورونا كل شيء بيجي تطع الطرقات والشهد ليش ما بيروحوا بيبهدلوا لهالإنسان ببيته بيروحوا عند الجيران بيروحوا عند العالم بيروحوا يوطولوا من قيمته لأنه عن جد لازم نفرجي هذه الأشياء تعلم وأنا بأتقل على هذه الأشياء بتبع المشاهد أكتر من أي مشهد تاني كنا عم نشوف طبعا بموجهز الأخبار لمرأ بعض من المشاهد يلي صارت بالمدرسة من الأستيز وضربها الطلاب الثلاثة للأسف يعني بنعتذر من أهلهم نحن كمان يعني بنعتذر على هالمشاهد البشعة اللي شوفوها بعض العالم بس بتمنى تكون درس لكتير من العالم شيف بعرف أنه نحن ما حدا مننا بيقبل أنه ابنا يتضرب الكام بالمدرسة أو غير المدرسة حتى نحن ما فينا المدينة عولادنا صرنا بعصر أنه الكلام والحوار والتواصل مع أولادنا هو اللي بود فيهن لنتيجة أفضل ما هيك؟ أكيد لا بتمنى أكيد ما تصير معنا ولا تصير معك ما بنعرف كيف الرياكسيون بتكون بعدين بتمنى ونحن تصيرنا كمان بال2014 بس بتصور شيف هيدا الكف فادك كتير بعد معلم دلقبتي فادك لأنه عم نحب أكلتك ما بعرف إذا الكف له علاء لأنه الجيش أطيب شي عندك بالأكلتك لكل مشاهدين نحن ويجيكم كمانين لغاية ساعة واحدة بتوقيت بيروت طبعا فقراتنا وظيوفنا كتار فيكن تتواصلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك وهفيكن تتواصلوا معنا من خلال تويتر على الإيميز وهفيكن تشوفوا كل فقراتنا وبرامج تليفزيون مستقبل futuretvnetwork.com أونلاين لكل يالي ما بي لحقوا يشوفونا مباشرة على الهواء وسؤال اليوم عبر صفحة الفيسبوك هو بما أنه هذا الشهر كله مخصص أسئلة حول المرأة أنا رح ألكن هيك شوي مع المرأة والرجل يعني رح أجمع بيناتهم إذا صار في مشكل أو سوء تفاهم أو خلاف بينك وبين زوجتك أو بينك وبين حبيبتك بينك وبين زوجك بينك وبين حبيبك مين بيبدر بالمصالحة بتمني عليكم يجاوبوني بصراحة هيدا سؤالي عبر صفحة الفيسبوك تواصلوا معي كتار بلى شلو هلأ يجاوبوني أنا كتبت سؤال صار موجود قدامكن فوتوا على عالم الصباح فيسبوك عالم الصباح وسؤالي موجود هون خلاف بينك وبين زوجتك بينك وبين حبيبتك كيف ومين بيبدر للمصالحة خلينا شوف بالPrievyu في ضيوف وفقرات على أسئلتكن بولادة بالدني ضيفنا بيعرفنا على أهمية التغذية السليمة ومضاعفات نقص الحديد لدى الأطفال Sound Mixing and Design موضوع غيدة وديوفة بسينما ورشة ملح مع الشاف شادي على الأرز مع الفيكه وطبعا الحدث الكبير لشاف شادي رح نحكي عنه اليوم انتظرونا بعالم الصباح رح بصير يوم السبت بمطعم عبو ملح عما هلأ الأبراج مع كارمن يصبحكم بالخير اليوم الأربعة ستة عشرين أذار مارس اليوم الأمار مرفقنا برش هوائي برش الدلو اليوم وبكرة ألأ جواء جيدة جدا للأبراج الهوائية موالي برش الجوزة الدلو وأيضا لموالي برش الميزة كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج البداية مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برش الحمل نهار بيشجع على التقدم بيشجع أنك تحط إيدك بإيد الآخرين نهار كتير حلو إذا حابب أنك تكون صريح أو تتصارح مع أحد الأشخاص خاصة أصدقائك أو زملائك وبعتبر المولود الأكثر النشاطا هو مولود شهر أذار مارس أما الأكثر عرضا للتعب هو 32 نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور مولو برش الثور انهار بيعتبره متعب فعلا من الأيام الصعبة بهيدا الشهر لأنه بتحس أنه العبء أتقيل عليك أتقل من غير انهار ودهك تعمل حساب أنه العبء اليوم وبكرة اتقال مش أنه اليوم أفضل من بكرة أو بكرة أفضل من اليوم عمول حسابك إذن أنك تلملم المشاكل الزيول وما تترك شي لليومين المقبلين اليوم النهار معقولة تحس حالك أنه أنت أمام امتحان أو تحت الأضواء ذلك مطلوب منك تكون فعلا شخص دارس محضر حالك جاهز لكل شي أو إذا بدك وبتقدر بتبتعد عن الأضواء كليا يومين وبعتبر المولود الأكثر تعبا هو 14 و 15 أيار مايو بننتقل لبرش الشوزاء نهار جيد جدا لموالي برش الشوزاء وبصراحة بعتبره من الأيام الحلوة بهيدا الشهر اليوم وبكرة وهني لح بيساعدوك أنك تنتقل إلى مرتبة أعلى لحتى ترجع ترد المياه لمجرها الطبيعي وتقدر فعلا تستعيد موقعك فما تقعد مكتف إيديك نهار ضرورة تكون أنت فعال ويكون شغلك فعلا له نتيجي ما تضيع نهار الثمين وبعتبر المولود الأكثر حظا هو 11-12-13 حزيران يونيو بنكمل مع برش السرطان بعد مشاكل اليومين الماضيين اليوم مولو برش السرطان مطلوب أنك أنك تاخدو طعبتي أكتر مطلوب أنك أنك تدق بكل أعمالك مش كيف ما كان حتى بكل كلماتك المجيمة اللي اليوم مطلوبة منك ومحبذة جدا هي رح تبيتيسر لك أعمالك ومطلوب أنك تنتبه خاصة إذا عندك واجب أو مسئولية مهنية واجتماعية أما المولود اللي عنده حظوظ جيدة جدا اليوم هو 3 و 4 تموز يوليو بنكمل مع برش الأسد مولو برش الأسد دي ممكن تلاقي حالك بموقف شوي محرج بتحس حالك أنه مستفز لكن مطلوب أنك أنك تعدل العشرة بتاخد نفس عمي لأنه الجو العام كتير إيجابي فما تنزعى اليوم بكلمة بموقف أو بانتقاد ساخر أو جارح طول بيلك اليوم هو نهار مهم للاجتماعات اللقاءات ولتوقيع العقود والاتفائيات فما تنزعى بموقف استبزازي أما المولود الأكثر حظا فهو 4-5 منتقل لبورش العذراء بدك تنتبه لمسألة اليوم إدارية يعني إذا عندك كرة أو ملف مثلا التفاصيل الصغيرة كتير مهمة مثلا اسمك ما تنسى تأيدو أو تكتبو بدك تنتبه لبعض التفاصيل يلي العلاقة بتطور الملف لذلك ما تستعجل الأمور وما تتخطى صلاحياتك النهار معقولة تنشغل فيه أيضا بأوراق استشفائية أو طبية والأكثر تعبا رح بيكون مولود 1-2-3-4 أيلول سبتابر منكمل مع برش الميزان اليوم في تعويض عن اليومين الصعبين اللي ما رأوا اليوم في نجاح اليوم في تقدم اليوم في خبرية حلوة اليوم في مصالحة اليوم البسمة عوجك بتكون كبيرة بترتاح لانفراج بين اليوم وبكرة في تطور أيضا لعلاقة معينة هالعلاقة في تكون اجتماعية مهنية أو حتى رومانسية لذلك حط حالك بالجو النهار جيد جدا جدا لحتى توقع على انتفائيات أما المولود الأنشط فهو مولود شهر أيلول سبتمبر أما بالنسبة المولود يلي لازم ضروري ينتبه من المشاكل من المجازفات كليا هو مولود 21 20 21 22 أكتوبر 21 بننتقل لبرش العقرب مولود برش العقرب الشو منه هالقد كتير مشرق الوقت منه هالقد سليم بتحس حالك انت تعبين يمكن أو عندك شي بالبيت زي عشك ومع بيخليك تتنفس هيك بعمق الأجواء اليوم فيها شوية قلق فيها شوية اضطراب يمكن تضطر تشتغل من البيت أو البيت هو بحد ذاته يشغلك سواء كان المنزل أو أحد أفراد العيلي بدك تنتبه أيضا لصحتك وخاصة إذا كنت من موليد 15 و16 نوفمبر 22 بننتقل لبرش القوس مميز هيدا النهار لأنه بيسلط الضوء على قدراتك الحلوة الزكية الأفكار الأوريجينال المميزة الاستثنائية النهار بتتنقل فيه بسهولة وما عندك مشكلة تكون بشمال تنزل على الجنوب أو تبعد الأجواء كتير حلوة ومهمة لمولود برش القوس أفكارك ذكية بتساعدك بتخلصك بالامتحانات من الأسئلة الصعبة أيضا بالاجتماعات والمواجهات والأكثر حظا كلكم عنكون حظ كتير حلو لكن بشكل خاص 4 و5 كنون الأول ديسمبر نتسأل لبرشة الشدي بدك تنتبه اليوم مولود برشة الشدي من بعض المصاريف العائلية والشخصية أو حتى الصحية اليوم مولود برشة الشدي فيها تكون الأمور هالمصاريف هالالتزامات فيها تكون إيجابية أو سلبي بمعنى أنه يا أما أنت عم تستثمر بكل غضاق وأنت العم بتخطط يا أما مضطر تصرف لأعطال أو لطلب أو لخدمة أو لمساعدة يمكن أنت كمانا تضطر تطلب المساعدة فانتبه اليوم على بعض الأمور لأنه هذا نهار نوعا ما حساس شوي بيبقى المولود الأكثر تعبا أربعة وخمسة كنون التاني يناير بنكمل مع برشة دلو مولود برشة دلو نهار مميز جدا وأنا بعتبره فلاكيا من الأيام الحلوة الأوية الداعمة لمولود برشة دلو يلي بتخليه يغير ويقلب الطاولة كليا المقاييس كلها بتنقلب على زوءك ليش لأنه بين اليوم وبكرة مولود برشة دلو أول شي بيطلع من مرحلة مراوحة المكان إذا ناطر خبر عنده شغل مش عم بيمشي أمور واقفة بين اليوم وبكرة فيه انتقال إلى مرحلة أفضل هناك وضوح في الرؤية وهالشي هو اللي بيخليك فعلا أنت تقرر وتغير رأي أو تاخد قرار وبعتبر المولود الأكثر حظنا ثمانية تسع عشر وحد عشر شباط عشرة وحد عشر شباط فبراير ننتقل إلى برشة الحوت بدك تنتبه مولو برش الحوت أول شي لأفكارك ما تاختك أفكارك السوداء لبعيد أصلا لازم تقطع المجال قدامه تانيا تاني شي بدك تنتبه لمعنوياتك الثقة بنفسك تالت شي بدك تنتبه لمصرياتك لأنه يمكن يكون في حدا معقولة يغشك اليوم أو ضيع مصريات فانتبه وين عم تحط غراضك أو جزدانك مثلا فانتبه على الأمور اليوم ما هو لي برش الحوت انتبهوا أيضا ما توسقوا بمين ما كان نهار للانتظار للاستراحة فقط لغير ما تاخدوا قرار وبعتبر المولود الأكثر تعبا هو مولود شهر الشباب فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هذه سنة مميزة هذه سنة كتير حلوة هذه سنة فيها تحالفات كتير كبيرة بتساعدك هذه السنة يبدو كأنه فيه انتماء أو انضمام إلى جمعية أو مجموعة يلي رح بيكون بالنسبة لألك هدف من الأهداف هالسنة نيسان أبريل أب أغوستوس كانون الأول ديسمبر هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي طبعا سؤالي عبر صفحات الفيسبوك إذا صار في مشكلة أو سقطة فيهم بينك بين حبيبتك وبينك وبين زوجتك أو العكس مين بيبدر بالمصالحة أنا بقى امتظار كل تجاوبكم معي أما هلأ احنا ويكون بريك أصير وبعدها بنعود للمتابعة نحن ويكون مع موضوع الأمومة مع طبعا ريوال أطراش عصحة السلمة